ديالون عبد المقطع يا حبايب غيف مثل ما تعرفون كلكم نسوي مسابقة على 10 آيفونات وفلوسه هواية يعني أكثر من تقريبا 15 رابح فالنصيحة يا حبايب هذي الفرصة اللي تفوتوها من إيدكم رابط قناة بالوصف المقطع اللي نزله شرط كل السهلة بس تشتركوا عنده بالقناة وكتبوا كومنت أي كومنت عادي يا حبايب اكتبوا رح تفوزون يا حبايب بعشر آيفونات ممكن أي واحد ديكم ينفوز أتوقع كل السهل يعني الشروط وبنفس الوقت جوائز كوش قيمة يا حبايب فلا تنسون يا حبايب تشتركوا قناة الرابط والوصف كلكم لازم كلكم تروحون أقل شي اليوم يوصل 50 ألف مشترك والله يواثق بكم يا حبايب وبنفس الوقت المسابقة كوش رهيبة لاتخيبوا نظني وبس يلا بني بأقطع الخبر أولي عدى عن قمر الطائب ولانا يا حبايب وشي الغريب اللي صار ما بينهم واللي هو التقاهم ويا بعض فغيث مروان نزل هذا الستوري شات بي لانا وشات بنفس الوقت بقمر الطائب ولكن الصراحة واضح انهم ما ميحشون ببعض وواضح انهم ما زعلانين من بعض وكل اللي شاف الستوريات مبارحة يعرفون انه باقي شوية كأنه صور مشكلة ما بينهم طبعا المتوقع انه هذا السبب نورمار انهما ثلاثهم يحبوه طبعا القصة الى الان بانتهت يا حبايب وانما لانا سويت شي كلش غريب ولي هو انه حطت لايك متما جافين بالدليل طالع قدامكم لانا حطة لايك على تصميم مستوى القمر الطائب انه هي رخيصة القمر الطائب يقول بها رحطكم التصميم شوفوها هذي ثاني مرة تسوي هذي حركة لانا مكتوبة بلك راح فيك ولا فرقة مع عين لايك مين سالك مين مصصص مين راضي ومين متغص انا بغلى وهم مرخص انا عفو فكرة يا حبايب بالكومنتات شاركوا بحركة لانا وتحريض المتابعين على القمر الطائب وعلى قصرت قمر في الاشيه صارت تبجي فنزلت هذي الاستوري تقول انه اصبع اصبعها الانصاب يا حبايب كل الدم مثل ما شايفين وتكاتب ااسف على المنظر عليكم السلامة يا رب ان شاء الله ما بيها الاخير والعافية وتقولها يا حباب بالكومنتات ان الله يشفيها يا رب طبعا صارت الامراض والاصابات يا حبايب فمريانة غريبة من داخل المستشفى نزل شوية استوريات تقول بيها انه اليوم الصبح حيشات في المستشفى ولكن المواضحة شنه هي السبب عليكم الله شفيها يا رب ان شاء الله ما بيها الاخير والعافية ندخل حاليا الباريش دادا وسفر لبنان فنزل شوية استوريات من داخل لبنان مثل ما شايفين يا حبايب اكتبوا لبلكومنتات شاركوا الاشياء الرهيبة حيث اوه هناك وعلى سيرة السفر يا حبايب فمحمد جواني انه منع من سفر العراق ونزل هذا البوست اللي كان كاتب بيه انه هو وصل لعراق ولكن ما قبله انهم يدخلوه وسبب اتوقع انه انصبه علي شركة معينة ووعد انه ان شاء الله سيرجع للعراق وبنسب الوقت ما سيسكوت على هذه الشركة وراح هيأخذ حقا من عدهم ننتقل حاليا البيسان اسماعيل يا حبايب بتنزيل هذا السوري تعتذر من متابعيها لان هي شوية قاطعة هذه الفترة وتبعد متابعيها ان ان شاء الله فترة الجاي رح تكون فترة نارية ومثما تعودتنا كالعادة يعني اتمنى بالكومنتات شاركوا بالاشياء اللي رح تجهزنا اياها بالضعف يا حباب الأميرة اللي حسين نزلتها تيك توك شوية حزين نوعا ما الاغلب توقع ان هي مشتاقة لمحمد كريم فالكومنتات كلها تشانكات بيلها نرجع لمحمد كريم ونرجع لبعض يلا فكلمها بالكومنتات هل تحبون ان ممرجعون لبعض او لا ننتقل حاليا الاسوية يا حبايب وشي الغريب اللي سوته فياغلب الناس قاعدين يسئلوها على حبيبها فهي ما قاعدة تجاوب على هذا الموضوع وتقول هذي خصوصيات وبنفس الوقت لما سألوها لانه ليش انت تتجاهلين هذا السؤال هم نوعا ما مجاوبت وتجاهلت فكتبوا بالكومنتات هتوقعون أسا عندها حبيب او لا وبس يا حبايب لا تنسوا المسابقة اللي تسواها غيث بالوصف يا حبايب الكل اللي روح يشوف المقطع ويشترك عندي يا حبايب عشر ايفونات وفلوسه هواية لا تخيبون او لا تروحون هاي الفرصة من ايدكم والله العظيم الحقيقة 100% يا حبايب روح شوفوها بالوصف روحوا هناك شتركوا ويعرفوا المشروط يعني وبس مع السلامة